اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مساء الخير عليكم جميعاً في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن قرار الجامعية العمومية للنادي الاهلي بأن تصبح للمرأة عضوية عاملة بعد ما كانت عضويتها منتسبة ولأن عضويتها منتسبة فملهاش حق حضور الجامعية العمومية وانتخاب أعضاء مجلس إدارة النادي وبعد القرار ده أصبح النادي الاهلي أول نادي يدي للمرأة حقها كعضوة جامعية عمومية في الوقت اللي اتأخرت فيه باقي أندية مصر عن إعطاء أعضاءها من السيدات هذا الحق لعدة سنوات وفضلت خطوة واحدة إن المرأة تقدر ترشح نفسها كعضو في مجلس الإدارة واتكلمنا عن قرار التحدي الكرة بتنظيم بطولة الدوري العام في صف الف تسعمية تمانية واربعين وفعلا بدأ الدوري موسم تمانية واربعين تسعة واربعين ولعب الأهلي أول مباراة في تاريخه بالدوري على ملعب فاروق بالنادي الأهلي اللي هو أستاذ مختار التتش حاليا يوم 24 أكتوبر الف تسعمية تمانية واربعين فاز الأهلي على نادي اليونان السكندري 5-0 وفي نهاية الموسم كتب الأهلي اسمه بحروف من نور في تاريخ الكرة المصرية كأول بطل للدوري العام في تاريخ البطولة واتكلمنا عن قرار مجلس الإدارة بتعليد وتشييد مدرجات لملعب فاروق بالنادي الأهلي عشان توصل السعة الإجمالية لـ 20 ألف متفرج ويكون أكبر استاذ في مصر كلها ويكون الملعب الرئيس للنادي الأهلي ومنتخب مصر وأخيراً اتكلمنا عن طلب أعضاء النادي إنهاء تأجير نادي الفروسية لقطعة من أرض النادي واتكلمنا عن بداية المفاوضات مع نادي الفروسية لإعادة الأرض خاصة بعد زيادة عدد الأعضاء والمنشآت اللي كانت سبب في ديء مساحة النادي على أعضاؤه كانت المفاوضات صعبة لتدخل أطراف عديدة فنادي الفروسية عايز أرض بديلة يتنقل ليه وفي اقتراح للانتقال لما كان آخر لكنه مشغول يعني إيه الكلام ده والأهلي الأهلي زنبوا إيه في القصة دي كلها لما الأهلي طلب أرضه المتأجرة لنادي الفروسية نادي الفروسية طلب من وزارة الشؤول الاجتماعية اللي هي كانت مسؤولة عن الرياضة في مصر تلوقتي ده أرض بديلة ليه؟ عشان ينقل منشآت عليها وزي ما قلنا قبل كده كانت الرياضة في الوقت ده إدارة من إدارات وزارة الشؤول الاجتماعية المهم وزارة الشؤول الاجتماعية وعدت نادي الفروسية تدي أرض بديلة في الهرم أرض عليها نزاع مع وزارة المعارف وكانت أرض نادي الليتوريا ونادي الليتوريا كان ملك الجالية الإيطالية في مصر اللي كانت بتملك أندية الليتوريا في الهرم بالقاهرة والشطبي بالأسكندرية لما انتهت الحرب العالمية التانية بهزيم الدول المحور ألمانيا وإيطاليا واليابان اتحولت ملكية أندية الليتوريا لوزارة المعارف وبعدين تم ضم نادي الليتوريا الإسكندرية لكلية الزراع بجامعة الإسكندرية ونادي الليتوريا بالهرم ده أنشئ على أرضه معهد التربية الرياضية اللي أصبح كلية التربية الرياضية دلوقتي وحصل نزاع طويل بين وزارة الشؤون الاجتماعية اللي هي مشرفة على الرياضة ووزارة المعارف ليه؟ بسبب انتقال ملكية نادي الليتوريا لوزارة المعارف وإن الصح كان نقل ملكية أندية الليتوريا لللجنة الأهلية للرياضة البدنية المفاوضات بين الوزارتين وصلت لحد أنه خلاص وزارة المعارف حتنقل معهد التربية الرياضية لحلوان وأرض نادي الليتوريا حتتنقل لوزارة الشؤون الاجتماعية وتتحل مشكلة نادي الفروسية وبالتالي النادي الأهلي ياخد أرضه اللي نادي الفروسية ما أجرها منه مشكلة كبيرة الأهلي أصلاً ملوش دخل فيها لكن هو ده الوضع لأن نادي الفروسية بقاله حوالي 14 سنة مأجر أرض النادي الأهلي وبيمرس أنشطته ومسابقاته ومعتمد على الأرض اللي مأجرها منه وعلشان ينقل منشآته ومعداته وخيوله لازم أرض تانية وبدأت المراسلات والخطوات الجدية على سبيل المثال كانت أولى الخطوات الجدية من محمد حسن العشموي باشا وزير المعارف اللي بعت خطاب لللجنة الأهلية للرياضة البدنية والنادي الفروسية ومبعت صورة منه للنادي الأهلي جه فيه حضرة صاحب السعادة رئيس اللجنة الأهلية للرياضة البدنية والتحاد الفروسية المصري تحية واحتراما ردا على خطاب سعادتكم بتسليم نادي الليتوريا لنادي الفروسية نتشرف بالإفادة بأن وزارة المعارف تحرص كل الحرص على معاونة الهيئات الرياضية العامة ويهمها تشجيع الرياضة في كل مكان لذلك ولما للفروسية من أهمية فقد قررنا إعادة نادي الليتوريا إلى اللجنة الأهلية للرياضة البدنية لينقل إليه نادي الفروسية بعد ناء لمعهد التربية البدنية إلى حلوان وحتى ينتفع النادي الأهلي بما كان له من استعداد ومعدات وتفضلوا يا صاحب السعادة بقبول فائق الاحترام وزير المعارف في 30 نوفمبر 1949 وبدأ الأهلي يضغط لإنهاء الموضوع انتوا كده بتدخنونا في قصة كبيرة ما لناش دعوة بيها ولا كنا طرف بيها احنا كده بندور في حلقة مفرغة لازم لها من نهاية فرجال الأهلي بذلوا كل مجهود فؤاد أبازة وفؤاد سراج الدين وأحمد فؤاد أنور وفكري أبازة كلهم بذلوا مجهود كبير في الاتجاه لحل المشكلة وتوالت المراسلات من كل الجهات لحل أثبت إيجاد أرض جديدة ينتقل إليها نادي الفروسية وفجأة اتغيرت الوزارة وخرج محمد حسن العشموي باشا وزير المعارف منها وجه الأديب الكبير طه حسين وزير المعارف طبعا توقفت كل الترتيبات لتسليم نادي الليتوريا لنادي الفروسية ومش بس كده أطراف من داخل وزارة المعارف تدخلت وألغطها حسين كل الاتفاقات اللي تمت قبل كده ورفضت وزارة المعارف ناقل معهد التربية الرياضية ورجعنا لنقطة الصفر وبدأ فؤاد أبازة باشا وفؤاد سراج الدين باشا جوالات مكوكية مع نادي الفروسية عشان يحلوا المشكلة لكن الطريب بقى إن الاثنين وهم من مسؤولي الأهلي بدأوا في البحث مع نادي الفروسية عن أرض بديلة طبعا علشان الأهلي ياخد الأرض بتاعته فؤاد سراج الدين باشا وكيل نادي الأهلي في الوقت ده كان وزير المواصلات وبعدها وزير الداخلية فتدخل عند عصمان محرم باشا وزير الأشغال العمومية لإيجاد أرض بديلة لنادي الفروسية وفعلا قدر فؤاد سراج الدين باشا يجيب موافقة على قطعة أرض بمصر الجديدة لكن محمد طهر باشا شكر فؤاد سراج الدين وطلب إن الأرض تكون بمنطقة الجيزة ودواحيها لأن أعضاء نادي الفروسية بيسكونوا في نفس المنطقة ومنطقة مصر الجديدة هتبقى بعيدة عليهم وده حيخلي كتير من الأعضاء مقدروش إيه يشارقوا في المسابقات ووعده فؤاد سراج الدين باشا إنه يلاقي له أرض لحد فعلا ما قدر يجيب أرض وافق عليها نادي الفروسية ومجلس أدارة النادي شكر جهده الكبير في جلسة 29 أغسطس 1951 وكان يوم استلام النادي الأهلي لأرض اللي كان ما أجرها لنادي الفروسية يوم تاريخي مجهود كبير قام بيه فؤاد سراج الدين باشا وكيل النادي الأهلي لإعادة أرض النادي اللي مأجرها نادي الفروسية من حوالي 15 سنة وتحديدا من شهر فبراير 1936 مجهودات فؤاد باشا سراج الدين استمرت سنة تقريبا وتم تحديد يوم 19 ديسمبر 1951 عشان النادي الأهلي يستلم أرضه اللي كان مأجرها نادي الفروسية وعشان نعرف قد إيه كان موضوع إعادة الأرض كبير تعالوا نشوف الصحف كتبت وقالتها بعد نضال سنوات بين النادي الأهلي ونادي الفروسية تسلم النادي الأهلي أمس أرض نادي الفروسية التي كانت مؤجرة إليه من النادي الأهلي وقد حصل نادي الفروسية على مساحة كافية من الأرض في مدينة الأوقاف ليقام عليها نادي الفروسية الجديد وحضر أمس تسليم الأرض إلى النادي الأهلي سعادة حسن حسن الزيدي باشا عن نادي الفرسية كما حضره عن النادي الأهلي سعادة عبود باشا وسعادة فكري أبازة باشا والأساتذة محمد مذكور بك وعبد المنعم وهبي بك وأمين أبوهيف بك والدكتور نور الدين طراف بك والأستاذ عبد العزيز تامر سكرتير النادي وبعد كتابة محضر بالتسليم أزدل السطار على نزاع دام سنوات طويلة بين الناديين بشأن هذه الأرض وقد كان للجهود المشكورة لمعالي فؤاد سراج الدين باشا في تصفيت هذا النزاع أحسن الأثر في الوصول إلى هذه النتيجة الموفقة يوم 19 ديسمبر 1951 كان يوم تاريخي لأعضاء الأهلي لما رجعت للنادي الأرض اللي كان مأجرها نادي الفروسية وتقرر تعليق محضر استلام نادي الفروسية بلوحة النادي وكانت فرحة كبيرة قوي بالتساع النادي وارجوع وجهته المطلة على نيل القاهرة وفوراً بدأ مجلس إدارة الأهلي تكليف لجنة الإنشاءات بالنادي لعمل تخطيط بالمشروعات اللي حتتعمل على الأرض اللي رجعت يعني نادي الفروسية مثلاً كان عامل مبنى إداري فبدأت لجنة الإنشاءات إنها تبحث في ترميمه وتجديده عشان يكون مبنى اجتماعي جديد للنادي وزي ما كانوا بيقول أيامها كلاب هاوس وأعلن أحمد عبود باشا رئيس النادي في جلسة 20 فبراير 1952 إنه حيتكفل بكل الإصلاحات اللازمة للمبنى الاجتماعي وتم اعتماد مصاريف فرشو بالأساس وتوالت التجديدات في النادي الأهلي وأثناء مفوضات عودة أرض النادي الأهلي حصلت أحداث كثيرة يوم 23 يناير 1951 توفي أحمد فؤاد أنور باشا واحد من أكبر رموز النادي الأهلي ومن كبار حكمائه وصاحب التاريخ الطويل في النادي أحمد فؤاد أنور كان أول كابتل لفريق الكرة بالنادي الأهلي اللي اتأسس سنة 1911 وكان صاحب شخصية قيادية وتولى مهمة سكرتير الفريق وهو لسه بيلعب يعني مدير الكرة بمفهومنا النهاردة واعتزل اللعب سنة 1914 وكان من الكفاءات الإدارية يعني عند تأسيس النادي كان سكرتير النادي محمد فاند شريف وفضل في مكانه لحد سنة 1911 لما تنقل للعمل وكيل نيابة في مدينة طنطة فتم اختيار أحمد فؤاد أنور سكرتير للنادي وكان في نفس الوقت كابتن فريق كرة القدم وبعد كده بقى عضو في اللجنة العليا وبعدين وكيل للنادي وقائم بأعمال رئاسة النادي لفترة مؤقتة سنة 1940 وأحمد فؤاد أنور بيعتبر أحد رواد تمصير الرياضة المصرية يعني لما بدأت ثورة تمصير الرياضة في مطلع العشرينيات من القرن الماضي بقيادة جعفر ولي باشا وكيل الأهلي ثم رئيسه كان أحمد فؤاد أنور وفؤاد أبازة وداود راتب ورياض شوقي مع جعفر ولي باشا في كل خطوات تمصير الاتحادات الرياضية المختلفة وعلى رأسها اتحاد كرة القدم واللجنة الأولمبية المصرية وكان رئيس اتحاد الدراجات ومثل مصر في كثير من المحافل الدولية يعني كان رئيس بقسة مصر في الدورة الأولمبية في أمستردام سنة 1928 وفي الدورة الأولمبية ببرلين سنة 1936 وفي الدورة الأولمبية بلندن سنة 1948 ومثل مصر في مؤتمر دول البحر المتوسط اللي أصفر عن تنظيم بطولة البحر المتوسط اللي بدأ تنظيمها من عام 1951 وأحمد فؤاد أنور اتخرج في مدرسة الحقوق وتدرج في السلك القضائي لغاية ما بقى وكيل لمحكمة استقناف أسيوت والده محمد أنور بيك محافظ دمياط وابنه كان السفير سميح أنور اللي كان وكيل النادي الأهلي سنة 1992 رحم الله أحمد فؤاد أنور كان من كبار رجالات النادي الأهلي ورموزه ومع استمرار بطولة الدوري العام بدأ الضغط على ملعب فاروق يزيد وأصبحت المباريات مصدر دخل كبير للنادي وبدأ النادي يفكر في تعظيم موارده المالية فعمل رقابة صارمة على أبواب الملعب عشان ما حدش يدخل إلا بتذكرة فكان قرار مجلس الإدارة في جلسة 11 يناير 1950 ما يلي الموافقة على إنشاء أبواب متحركة معدنية تيرن ستيلز بعداد على أبواب النادي لعد المتفرجين في المباريات الرياضية وتكليف حضرة الأستاذ المحترم عثمان رمضان يوسف ببحث هذا الموضوع وعرضه على المجلس في الجلسة القادمة عددات الجمهور كانت مهمة جدا لحصر المتفرجين ومنع التلاعب ودخول جماهير بدون دفع التذاكر وفعلا بدأ العمل في تنفيذها بعد موافقة المجلس على العرض اللي تقدم لتركبها وفي جلسة 18 سبتمبر 1950 قرر مجلس الإدارة تكوين لجنة من حضرات الدكتور نور الدين طرف وعباس بيك الغمراوي والأستاذ هاني كامل برئاسة فؤاد أبا طباشة لتعديل قانون النادي على أن تنتهي من عملها في ظرف شهر وزي ما قلنا قبل كده أول قانون للنادي أو ليحة زي ما بنقول عليها دلوقتي اتعملت يوم 25 فبراير 1908 يعني بعد تأسيس النادي بسنة وكان أول تعديل لقانون النادي في جلسة الجمعية المنعاقدة يوم 19 يناير 1916 والتعديل الثالث كان في جلسة الجمعية العمومية المنعاقدة في 4 يناير 1925 والتعديل الرابع كان في جلسة الجمعية العمومية المنعاقدة يوم 15 مارس 1940 تعديل اللوايح والقوانين أمر معتاة في الرياضة وغيرها ليه؟ علشان يواكب تطورات العصر ودايما النادي الأهل كان بيعدل اللائحة طبقا للمتغيرات الرياضية والاجتماعية اللي بتحصل في حينها ماينفعش اللوايح تفضل جمدة وما تلبش المتغيرات لكن ودا المهم قيام إدارات الأهل المتعقبة بتعديل اللوايح ما غيرش إطلاقا من شخصية النادي الأهل ودا سر عظمته استمر النادي في تقديم رسالته من كل النواحي رياضياً وفنياً وثقافياً واجتماعياً وفاز بالدوري للعام التالت على التوالي ومش بس كده الأهل جمع بين الدوري والكاس تلات سنين متتالية فاز الأهل بالدوري العام في أول موسم لتنظيمه 1948-1949 وكان الترسانة وصيف البطولة وفاز الأهل كمان بكاس مصر بعد الفوز على نادي فاروق اللي هو نادي زمالك بنتيجة 3-1 أحرز أهداف الأهل توتو وحسيم مدكور وفتحي خطاب وأحرز هدف نادي فاروق يونس مرعي وفي تاني مواسم الدوري 1949-1950 فاز به الأهل للعام التاني على التوالي بعد منافسة قوية مع نادي الترسانة الفريقين اتساوا عند نهاية الدوري في عدد النقاط كل فريق حصل على 23 نقطة صحيح أن الأهل كان متفوق بفارق الأهداف يعني عنده فارق أهداف زيادة عن نادي الترسانة بتمن أهداف لكن في الوقت ده الليحة ما كانتش بتحسم البطولة بالأهداف فتم اللجوء لمباراة فاصلة فاز الأهل فيها بهدفين مقابل هدف أحرز للأهل فتحي خطاب وتوتو والترسانة عبدالخير صالح وفي كاس مصر فاز الأهل بالبطولة بعد ما فاز في النهائي على الترسانة 6-0 أحرز الأهداف صالح سليم هدفين وهدف واحد لكل من أحمد مكاوي وتوتو وفاهم جميعي وسيد عثمان الترسانة في الوقت ده كان المنافس الأول للنادي الأهلي والأهلي قدر ياخد منه الدوري والكاس وفي الموسم الثالث للدوري 1950 1951 فاز الأهلي بالدوري وفاز معاه ببطولة كاس مصر بعد ما فاز في نهائي البطولة على نادي السكة الحديد بأدف للا شيء أحرزه أحمد مكاوي كانت سيطرة كاملة للأهلي على الكرة المصرية بالجامع بين أكبر بطولتين في الكرة لمدة ثلاث سنوات متتالية سيطرة استمرت من يوم تنظيم بطولة الدوري العام والحد النهاردة ما علينا في الوقت ده ده مسجد الأهلي بالمصلين كان عبارة عن مسجد صغير كده في مكان جنب المبنى الاجتماعي اللي هو جنب الكلاب هاوس وتم تطوير وعمل إصلاحات فيه أكتر من مرة يعني جه في جلسة 6 أبرير 1949 عرض حضرة المحترم الأستاذ محمد محمد مذكور بك أنه سعى لدى وزارة الأوقاف فمنحت النادي مبلغ 49 جنيه و695 مليم للمعاونة على عمل منبر وإصلاح مصلى النادي وقدم عزته إيصال من بنك مصر دال على إداع المبلغ باسم عزته أمانة بالبنك لهذا الشأن فتكرر كتابة خطاب شكر لوزارة الأوقاف وجه في جلسة 22 ديسمبر 1950 وافق المجلس على طلب صاحب العزة فؤاد صادق بك تعديل وإصلاح وتوسيع مصلى النادي على أن يقوم عزته بعرض الرسوم الهندسية الخاصة بهذا التعديل على مجلس الإدارة وزي ما احنا عارفين فؤاد صادق كان زوج الأميرة فيقة أخت الملك فاروق وكانت من عشاء النادي الأهلي ومن كبار عضواته ورغم توسعة المسجد أكتر من مرة إلى أن زيادة عدد الأعضاء كان أكبر من طاقة المسجد فقررت الأميرة فيقة التبرع ببناء مسجد جديد للنادي وتقرر أنه يكون بجوار بوابة النادي الأهلي اللي هو المسجد اللي موجود حاليا عند البابل لجنب مستشفى المعلمين وفي الجمعية العمومية اللي انعقدت يوم 30 نوفمبر 1951 تحدث أحمد عبود باشا رئيس النادي وقدم الشكر للأميرة فيقة لتبرعها ببناء المسجد ليتيح لأبناء النادي أن يجمعوا بين رياضة النفس ورياضة الجسم في الوقت ده وبعد إلغاء معاهدة 1936 في 8 أكتوبر 1951 الأعمال الفدائية وصلت لزروتها في منطقة القناة وخاصة مدينة الإسماعيلية الشعب المصري عايز الاستقلال التام عن بريطانيا الفدائيين من كل أنحاء مصر كبدوا قوات الاحتلال البريطاني بمنطقة القناة خسائر فادحة والعمال المصريين اللي بيشتغلوا في معسكرات الجيش البريطاني سابوا المعسكرات وقرروا ما يشتغلوش فيها والموردين اللي كانوا بيوردوا الأجزاء من خضروات ولحوم والاحتياجات المختلفة قرروا ما يوردوش أي حاجة لمعسكرات الجيش الإنجليزي اللي كان فيها حوالي 80 ألف ظابط وجندي بريطاني وفي 16 أكتوبر 1951 الفدائيين حرقوا مستودع النافي بالإسماعيلية مستودع النافي ده كان بيمول معسكرات الإنجليز وده كان بعد مظاهرات من العمال والطلبة وتصعدت الأحداث والقوات الإنجليزية اعتدت على القرى وسقت كتير من أهل الإسماعيلية الشهداء لحد صباح يوم الجمعة 25 يناير 1952 في اليوم ده استدعى القائد البريطاني بمنطقة القناة ضابط الاتصال المصري وسلموا إنذار المطلوب إن قوات الشرطة المصرية بالإسماعيلية تسلم أسلحتها للقوات البريطانية وتسيب منطقة القناة كلها بدعوة إنها مركز الفدائيين المصريين اللي بيحربوا الإنجليز في القناة مأمور اسم الشرطة وضبطنا البواسل رفضوا وتم إبلاغ الإنذار لوزير الداخلية وقتها كان فؤاد سراج الدين باشا اللي أيدهم في موقفهم بالصمود وعدم الاستسلام للإنجليز الإنجليز حصوا اسم البوليس ومبنى المحافظة بالإسماعيلية كانوا حوالي سبع تلاف بين ضابط وعسكري محاصرين عدد ما يزيتش على تمنمائة ضابط وعسكري وأطلقوا نيرام ما دفعهم بدون توقف كانت معركة غير متكفأة صمد فيها جنودنا وما وقفتش إلا بعد ما الزخيرة نفدت خلصت الزخيرة من ضبطنا وجنودنا البواسل واستوشت فيها أكتر من 60 فرد بخلاف المدنيين في الشوارع والقرى المجورة لمدينة الإسماعيلية في الوقت ده كان موجود في مصر بطل التنس العلامي الإنجليزي فريد باري وده كان من أبطال التنس ومن أبطال جراند سلام وفاز ببطولة وامبلدون أكتر من مرة وبطولة رولانجاروس وأمريكا المفتوحة للتنس واستراليا المفتوحة للتنس وكان مقرر أنه يلعب مباراة استعراضية في النادي الأهلي ولكن بعد استشهاد رجال الشرطة البواسل وأهالي الإسماعيلية على إيد الإنجليز تم إبلاغه بإلغاء المباراة الاستعراضية وكان برضو منتخب مصر لكرة القدم في الوقت ده الإنجليزي إدوارد جونز ودايما كان بيزور النادي الأهلي يتفرج على تدريباته لما جيدخل النادي المراضي عشان يشوف التدريبات ويقعد فيه شوية كاعدته أعضاء النادي ما قدروش يكتموا غضبهم من وجوده إزاي ده جاي النادي يقضي وقت فيه في الوقت اللي أولاد بلده الإنجليز بيقتلوا ولادنا المصريين في الإسماعيلية اللي بيطلبوا بحرية بلدهم إدارة النادي الأهلي بعتت لمستر جونز اللي يقوله وجودك في النادي غير مرجوب فيه وفريق كرة القدم في النادي مش هيتعاوم معك موقف في غاية القوة من أعضاء النادي الأهلي وإدارته موقف معتاد بيتاخد من جير تفكير لأنه بيستند لقرس تاريخي طويل من المواقف الوطنية مواقف زرعة داخل أعضاء النادي الأهلي وجمهوره مواقف زرعة داخل أعضاء الأهلي وجمهوره الحس الوطني وعشق الوطن وبسبب السمود الكبير لرجال الشرطة بالإسماعيلية أصبح يوم 25 يناير عيد الشرطة المصرية سنة 1952 شهدت الزيارة الأولى لواحد من أهم الشخصيات اللي أثرت في قلوب الأهلوية وكتبت اسمها بحروف من نور في تاريخ النادي الأهلي طبعا عارفين مين الشخصية دي ولا مش عارفين لو مش عارفين حنعرفها لو أحيانا وأحياكم ربنا في الحلقة القادمة إن شاء الله اشتركوا في القناة